يصادف يوم غدنا الأربياء الذي يوافق السابع عشر من مايو اليوم الدولي للاتصالة وفي هذا الإطار قدم وزير البصدتي وتكنولية الاتصال الحديثة محمد الله طهر بيانا صحفيا تحدث فيه أن هذا اليوم في تطوير الاتصالة نتابع جزء من بيان الوزير بترجمة الزميلة حارون أباد كل عام يصادف السابع عشر من مايو اليوم العالمي للاتصال هذا التاريخ يعتبر ذكرى توقيع عام 1865 للاتفاقية الأولى للتليغراف الدولي والذي بمجيبه تم تأسيس الاتحاد الدولي للاتصالات ومقره جينيف إنه يوم مهم للدول العضاء لتقييم التطور الذي طرأ في قطاع الاتصالات واختيار السبل لاستخدامه الحديث في تكنولوجيا الاتصال من أجل التطور الاقتصادي الاجتماعي والثقافي والهدف يتركز في تغيية الرأي العام لفتح فرص استخدام الشبكة العنكبوتية وتكنولوجيا الاتصال شعار هذا العام وهو البيانات الكبيرة لتأثير أكثر كل ذلك من أجل الوصول إلى أهداف التنمية المستدامة رئيس الجمهورية إدريس دبي إتنو الذي يريد جعل شاد محورا للتكنولوجيا بإفريقيا هذا لا يأتي إلا باستحداث البلاد والتكنولوجيا فرصة لتنمية البلاد ولا يمكن الاستهان بها وقد نفذت مشاريع عديدة في هذا المجال ومن ذلك نقدم الفرصة لنشكر الاقتحاد الدولي للاتصالات لدعمه للبلاد وللشركاء في قطاع الاتصالات نشجعهم بتكثيف الجهد أريد أن أتكرر أيضا لأجل جعب أليم الأخير وئكتب الأعمق على التكنولوجيا في التكنولوجيا للتكنولوجيا لتأكد مكتب الأمور شكرا